السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا متابعين العزاء بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الرسول الكريم احباب الله هنذكر لكم النهاردة ابرز العلامات اللي بتدل على قرب الزواج من شخص معين في المنام طبعا يعني جات تفسير كتير جدا بخصوص رؤية علامات الزواج من شخص معين ده طبعا يعني منها احلام حديثة واحلام مصدق بيها والاحلام اللي بتقاس بالمنطق وغيرها من المعايير ولكن كل ده بيختلف باختلاف الرأي واختلاف طبيعة الحلم هنذكر لكم النهاردة اهم العلامات اللي قد يراها الشخص وبتدل على الزواجه من شخص معين لما تشوف الفتاة في المنام فستان الزفاف وهي يعني بتقوم بلبسه لشخص محدد بيدل هذا الحلم على قرب موعي الزواجها بهذا الشخص في الحقيقة ورؤية الرجل او الشاب في المنام ان هو بيرتدي ملابس خاصة بالزفاف وكانت الرؤية بالزفاف من شخص محدد ده بيدل الحلم على حدوث الزفاف من هذا الشخص في الحقيقة وتعتبر اشارة كبيرة لذلك ايضا عند رؤية الشخص في المنام ان هو بينتقل لبيت جديد وبه شخص بعيني ومظهره جميل الحلم ده بيتقول على ان الشخص ده يعني سوف يسعد بزكته يعني والزواج ده هيكون قريب جدا وبشخص معروف له مثل آآ مرأة في الحلم فاذا كانت واحدة معينة تعرف ان شاء الله في زواج قريب جدا منها وكذلك الامر اذا كان يعني شخص معين بالنسبة للفتاة تعرف ان شاء الله في زواج آآ من شاب معين كما ايضا الشخص اللي شوف في المنام ان هو بيشتري ملابس جديدة خاصة بالبيت آآ ورؤية الشخص ان هو بيشتري معه هذه الملابس يعني انت شوفت ان انت بتشتري ملابس جديدة ومعاك ايه مثلا فتاة معينة واو العكس بالنسبة للفتاة اللي تشوف ان هي بتشتري ملابس جديدة وكان معاها شاب مثلا الحلم ده بيدول على ان الرأي هيتجوز في وقت قريب جدا من هذا الشخص باذن الله كذلك الامر العزبال اللي تشوف في المنامين هي بتاخد هدية من شخص معين وكانت مجوهرات او خاتم وشكلها جميل ده بيدول الحلم ده على قرب زواجها من الشخص ده في وقت قريب جدا بإذن الله بالاضافة ايضا اللي تشوف في المنام يعني ان هي بتجلس بتنظر للقمر وبجوارها شخص جميل الشكل والصفات ده الحلم ده بيدول على ان هو هيتم ارتباطهم في وقت قريب جدا وهيتم زواجهم بإذن ربنا عز وجل كذلك الامر رؤية العزباء شاب في المنام وله صفات العلماء او الصلاحين والشاب ده بيقوم بطلبها للزواج ويكون الحلم ده اشارة ودلالة على تقدم شخص صالح لها للزواج وهي تقبله حبا في الله يا ربنا بشركم بكل خير اه اتمنى ان انتو تكتبو لنا احلامكم اسفل الفيديو علشان نفسراركم في اسرع وقت ومن تنسوش تشاركوا في القناة واتفعلوا الجرس علشان قناتكم توصل لأجبر قدر ممكن من الناس دومتم في رعاية الله وامني واللقاء في داخل والسلام عليكم ورحمة الله